مساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين اليوم عملت لكم وصفة حاجة جدا ربعة قلتوا لي يا هدا عملي لنا هذه الوصفة البيتزا بيتزاة البيت زي المطاعم وأحلى كمان ممكن خلاص تستغنوا إنكم تروحوا تشتروا البيتزا من برع وليقول بيتزاة البيت بش حلوة يا ويلو مني يا ويلة يا سواد ليلو خلونا نحنا نشوف ألد بيتزا بتعملوها في البيت نفس المحلات وعقينة جدا روعة شايفين كيف العقينة مطاطية وخلونا نبدأ بطريقة العقينة هنا عندي كوب ونص من الدقيقة الأبيض تمام أضيف له ملعقة صغيرة سكر وربع ملعقة خميرة وربع ملعقة بيكنش بودر شوفوا ما في بوش أي إضافات ثانية وأكيد ربع ملعقة صغيرة من الملح تمام كل المعالق صغيرة خلطوا المواد القفة مع بعض وبدأوا ضوفوا ماء دافي طبعا العقينة طرية جدا وتتلصق باليد ممكن أقدر أقول لكم إنه العقينة قوامة أتقل من عقينة اللقيمات أولا تعرفوا اللقيمات يعني بشوية آخر شي لما تتلم العقينة بضيف له ملعقة كبيرة زيت زيتون ممكن تضوفوا زيت عادي بس زيت الزيتون أحلى ويخليها مقرمشة كتير حلوة يخليها ابدأوا لوموا العقينة ممنوع إنكم تستخدموا أي رشاد دقيق حاولوا تعقنوها تعقنوها لما تلتم معاكم أنتم بتشوفوا القلوتين تبع الدقيق يشد طبعا لإن العقينة تتلصق معايا وخلص يعني أنا عقنتي تمام عشان ألمي دهنت يدي بالزيت وبدأت ألمي العقينة فقط يعني عشان أكوري بالزيت عشان تتلم معايا ما تتلصقش أما هي تتلصق باليد يعني إذا بدهن شدي زيت بتلتصق باليد شوفوا كيف كورته خلص الآن بدهن الصحن أو البولة بالزيت وخليه تتخمر شوفوا ممكن تخلوها تتخمر لمدة يومين في التلاقة بس في التلاقة تكون تخلوها ترتاح يعني عقنتي الظهر واستخدمته في الليل على العشاء يعني هنا تعالوا نعمل الصلصة عندي زيت زيتون وعندي فص من الثوم كنكها ممكن تستغنوه عن الثوم وعندي طماطم المعلبة المطبوخة إذا ما عندكمش هذه الطماطم عادي قبوا طماطم فرش وبعدوا القشرة تبعي ممنوع أنكم تستخدموا صلصة طماطم صلصة الطماطم تغير الطعم هنا أنا أضفت فلفل حار لأني أحبها حارة أنتم لا تضوفوش إذا ما تحبونيش حارة رشة من السكر ورشة من الملح هذه فقط اللي هي مقادر الصلصة إضافة من عندي أضفت فلفل رومي بس عشان يعطيني نكهة أنتم ممكن تضوفوا بودرة بصل أو بودرة ثوم ممكن تضوفوا زعثار النكهات اللي تحبوها أخليه شوية بس تتسبك عشان تنهرس معايا بعدين أهرس أي بكوب أو بالهراسة ممنوع أنكم تطحنوها إذا طحنتوا الصلصة تتغير تماما لازم تنهرس عدوا الإيطاليين إيش يساووا؟ على طول الطماطم المطبوخة يحطوها كده على فوق البيزا من غير كده هم يهرسوها بيدهم اكتهاد من عندي أضفت لي شوية قبن سائل بطرف الملعقة يعطيها تست رهيب هذه الصلصة فقط الآن تعالوا شوفوا العقينة ما شاء الله زي اللبان على قطرتنا فعادا شنجم شنجم يا جماعة تقنة رهيبة طبعا نحنا ما نشتيش نعقينه بس ألمة شوفوا ألمة زي كده عشان ما خرقش الهوى اللي فيها كامل تمام بس كده أكوره الآن شوفوا أني بستخدم للفرد دقيقة درة صفراء ممكن سميد ناعم وهنا عندي مقياس حرارة الفرن نازم أولع الفرن وخلي حرارته 200 يعني يكون حامي وهذه صينية البيتزا بدهنة بالزيت وكمان برش عليها من دقيق الدرة الصفراء ممكن قلت لكم ترشوه سميد ناعم بس دقيقة درة الصفراء أنا بالنسبالي أحلى بكثير ويعطيها قوام مقرمش يعني من أسفل العقينة رهيب أنا بالنسبالي أفضل دايما دقيقة درة الصفراء اللي نستخدمه باللحوح مرات خلاص الآن بقي بالعقينة ما شاء الله ما تحتاجش يعني تفردوها بالبيلم أو النشابة هي تنفرد يعني طرية أنا بحاول أني أول شي أفتحها كده علشان أحطها على الصينية يكون عليها سهل سهل بالفرد بالصينية لأنه إذا حططوه صغيرة لسه ورجعت أفرده بالصينية بتغلبني بتتعبني لا أفردوها أول بعدين حطوها على الصينية حتى ما ميروش عليكم اللي رشيته يعني دقيقة درة اللي رشيته ده ميروش طبعاً أنا بطلع من الصينية يعني بخرجها من الصينية عشان بحشي أطرافها بس إذا أنتوا ما بتحشوش أطرافها لا يعني ساووها وخلوا أطرافها شوية سميكة يعني رققوها من الوسط لكن أطرافها تكون شوية سميكة عشان تعطيكم نفس البيتزا اللي تاكلوها برا بعد كده نشوفوا أني خركت أطرافها طبعاً بتقولوا هده رفيعة خفيفة لا بعدين بعدلة عادي لأنه لازم الأطراف تكون خفيفة نحنا منشيش الأطراف تكون سميكة لما نجي بعدين نطبق الأطراف منشيش تكون سميكة نحنا منشيش فطاير لا الآن شوفوا حطيت هنا قبنة المرزرلة تقدروا تحشوها باللي تحبوا ممكن تحشوها نقانق ممكن قبن شيدر زي ما تحبوا قبن سائل زي ما تحبوا الآن شوفوا بطبق العقينة اللي طلعت عليها وكمان بعدلة لازم تعدلوها أهم شي ما تخلوهاش سميكة هذا أهم حاجة عشان تقيل لكم خفيفة هي من أساس البيتزة تكون أطرافة صحة يعني فيها قبنة ومحشية بس كمان تكون خفيفة ما تكونش كده مثلا الروتي كده معباية لا تكون خفيفة أنتم فهمتها عالية شوفوا ببدأ أدهوفة أعدلها يعني ألصقها ودف العقينة بحيث أني أخلي الأطراف رفيعة هنا عندي قطع كمان بعدله ممنوع أنكم تخلوه العقينة سميكة لا تخلوش العقينة بالوسط سميكة خلاص بيطلع لكم إيش ما عادش بيتزة بتقع لكم زي الفطاير شوفوا كيف رقيقة العقينة وكمان خلوه العقينة رقيقة لا تخلوهاش سميكة بعدين ما تطلع لكم كده ما تطلع لكم زي البيتزة البرع نفس كده موضح لكم بالفيديو طبعا هنا عندي هذا المشط أني أخرم فيه أنتم تقدروا كمان تخرموا بالشوكة أو عود أسنان بس خلاص هذا أني دايما أستخدمه وأحاول كمان أعدل الأطراف شوفوا نفس كده طبعا هنا عندي شوفوا قطع شوية خفيف قيها خفيفة عادي أسحاب العقينة وأعدله أهمش أنه يكون كله بتتساوي ما تكونش يعني شفافة العقينة ولا تكون اللي هي سميكة انتبهوا تخلوها سميكة ما تطلعش حلوة والآن بحط صلصة البيتزاز إلى السلام ألد صلصة بتقربوها ممكن تعملوا ريحان شوفوا فيها زعتر النكهات اللي تحبوها بس ما تضيفوش أي إضافة انتبهوا تضيفو بهارات انتبهوا ما في بيش فلفل أسود ولا أي بهارات نفس الطريقة قربو الصلصة وأكيد الآن نضيف قبناة المرزريلة اللي يحبونها كل الناس معادة زوجي زوجي ما يحبش قبناة المرزريلة أو يحبها بقلة يعني تكون قليلة أنا هنا شوفوا زي أنت بالبصل وزي أنت بالفلفل الرومي البيتزاز تقدروا تضيفوه مشروع من دورة إضافتكم الآن زي ما تحبوه اللي تحبوه تحطوه بالبيتزاز حطوه تمام وأكيد حطت زيتون أخضر وكمان زيتون أسود حطت تشلي مش تشلي فلكس الفلفل الأحمر الحار أنا خليت سبايسي البيتزاز فأضفت فلفل حار أحمر قطعته شريح وأضفته زيتون الأسود أني يعتبره لازم وهنا قطعتكم اكتهاد من عندي أضفت القبن الشراية حق البرغر اللي تدوب هادي تدوب بالبرغر فأضفته لأنه زوجي يحب القبن الشيدر ما يحبش كتير القبن المرزر الله فأني أضفته عشانه يعني لأنه يعني أعطي له تست طعم الشيدر وخلاص الآن أدخله على فرن حار حرارة 200 زي ما حطينا التايمر ما شاء الله يعني شوفوا كيف طبعا أخذت مني 15 دقيقة بعدين فتحته شوية الشواية عشان الأطراف فقط بعد كده تطلعوا البيتزا ألد بيتزا ومستحيل عاد تطلبوا البيتزا من برع شوفوا الأطراف خفيفة ومحشية قبن مهزة للمفطايا للأطراف أبدا وكده تنزل بسهولة ومن ألد البيتزات اللي بتعملوها هنا طلبت من المساعد يجيس ساعدني واشتيه يصور معايا انه ياخد البيتزا بيدا وهو يشتي ياخد البيتزا بالملعقة لأنه حارة واني اشتي عشان التصوير باليد طبعا مسكين لسوعته واني مقرمة مرات أصير والله وبس بالأخير أقا وأساعدني الله يعطيك الصحة والعافية شايفين كيف القبنة وكيف قوامة طبعا من ألد البيتزات اللي بتعملوها وكده مع كوب الببسي أو أي عصير عندكم كده تقدموها يا السلام ألد بيتزا بالعافية ليو لكم إذا عقبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنس حل منكم وكمان لا تنسوا تشاركوا القناة مع أهلكم وصحابكم وصحاب الحافة كلكم والأهل والقيران أبدا لا تنسوش حشان تكبر القناة واني أستنى تطبيقاتكم وإشرايكم بالبيتزا بالعافية ليو لكم